ترجمة نانسي قنقر اقتصاد الوطني تواصل المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين جهودها الحثيثة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمالها وخططها التطويرية ومؤخرا أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن إطلاق نظام الكشف عن التغييرات ومخالفات البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركتي لابس بلانت لتوفير الصور الفضائية وإيتو سكاي لتقديم تقارير الذكاء الاصطناعي وذلك بالتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة هذا النظام جاء تأكيدا من الجهاز على حرصه المستمر في توظيف التقنيات الحديثة في القطاع العقاري بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه التي تدعو إلى وضع خطة وطنية شاملة تضمن الاستعداد الكامل لمتطلبات الاقتصاد الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الانتاجية والخدمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التقنيات لصالح الاقتصاد الوطني كما أن إطلاق النظام يتسق مع محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي ضمن برنامج الحكومة 2023-2026 ويمتاز هذا النظام باعتماده على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمقارنة الصور الفضائية عالية الدقة لرصد التغيرات الناجمة عن العوامل الطبيعية أو البشرية حيث يمتاز الذكاء الاصطناعي بقدرته على معالجة كميات ضخمة من الصور وتحليلها بسرعة ودقة بما يعزز من قدرة المراقبة والرصد الفوري الأمر الذي يوفر الوقت والجهد ويعزز الالتزام بالقوانين والأنظمة ويحافظ على المظهر الحضاري للمدن ويسهم في مواصلة مملكة البحرين تحقيق وتعزيز الاستدامة ضمن أهداف التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر